اللي بياخد مننا بقى فعلاً حاجة زي اللي حصلت النهاردة على الملأ على الهواء مباشرةً وملايين الناس المصيبة مش ملايين الناس في مصر اللي اتفرجت عليها ملايين الناس اللي بر مصر ملايين الناس اللي في إثيوبيا اللي ممكن يكونوا تفرجوا على التعرض النهاردة النهاردة كان موعد الاجتماع الوطني في رئاسة الجمهورية في قصر الرئاسة مع رئيس الجمهورية ناس شخصيات سياسية وقوة وأحزاب موجودة وعملت تتكلم في مسألة صد النهضة لما احنا سألنا قبل كده وقلنا هو هيبقى فيه ناس متخصصين فنيين قالك لا ده ده اجتماع مع القوى السياسية والبس المباشر عملي يتزاعة لناس بتادي نسمح كلام غريب قوي ونقول هي الناس دي ازاي بتقول الكلام ده يعني سياسي يقولك ايه احنا لازم نصرب إشاعات هو على الهوى الناس بتتفرق نصرب إشاعات ان احنا عندنا طيارات تقدر تهاجم إثيوبيا طب ازاي ازاي نصرب إشاعات وطيارات واحنا عمليين نقول كده على الملأ حد تاني يقولك احنا ممكن بقى نهددهم ونقول احنا نفتح معبر رفح للبضايع ونهددهم جزء اقتصادي حد يقول احنا ممكن نضرب بقى أسفين ما بين القبائل الأثيوبية الكلام ده يعني لو اي حد عنده ربع عقل أو ضرة عقل عمل يتفرج يقول في حاجة يعني فيه شيء ما فيه فيه مصيبة ازاي الناس دي بتقول الكلام ده على الهوى لحد ما أدركنا وأثناء البث المباشر شغال بقى احد الضيوف وهو بيتكلم بيتكلم رئيس الجمهورية بمنتهى الاخلاص بيقول له بص احنا لازم نقسم نقسم كلنا انه الكلام اللي بيتقال هنا يبقى سري 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 ازاي راح المتحدث واعتقد ان هو أستاذ مكدي حسين جات لورقة كده من الجن وراح اراها فأدرك وادرك الجميع ان هما كانوا على الهوى مباشرة وهم مش عارفين يعني الناس كل انواع التطجين السياسي كانت بتتقال على الهوى الغرف المغلقة تضم ما لا نتخيله انما المصيبة ان كل الكلام ده تقال على الهوى المصيبة مش ان المصريين كانوا قاعدين في ربع هدومهم مش فاهمين ازاي الكلام ده بيتقال كده على شعب وعلى دولة وعلى حضارة حتى وان كان في موقف وفي أزمة يعني بالتأكيد ما فيش اي قواعد من ادارة الأزمة ان احنا نقول الكلام ده على الهوى حتى لو هتحارب دولة يعني الكلام ده برضو مش هيتقال كده فأدرك الجميع انه رئيس الجمهورية قاعد تلفزيون المصري كان بينقل على الهوى مباشرة والأنكة من ذلك انه رئاسة الجمهورية كانت عمالة تنوي انه في قناة على اليوتيوب بتبس المؤتمر ده لايف طبعا بعد شوية وبعد ما الفضيحة بانت القناة اليوتيوب دي تلغت يعني بقت برايفت لو دخلت عليها مش هتعرف تشوف حاجة انما الحقيقة اللي اتزاع اتزاع واللي كان كان ومش قادر اصدق مش انا شخصيا حقيقيا اي حد تفرج على ده هو مش بس يعني هو فيه ناس بقى ايه تنزعتها افكار كتيرة ناس تقولك اه دي مستوى المعارضة فيه ناس تقولك اه دي مستوى النقاش اللي ممكن يتقال في حضور الرئاسة ناس تقولك اه دي مستوى الرئاسة اللي هي مجتمعة بناس وعملة تسمع كلام وعرفة ان هي على الهوى وحتى ما بتنبهش ادي مستوى وزير الاعلام هو يعني من اول كلمة بدى فيها ان الحضور ما هماش مدركين انه كلامهم على الهوى ما فيش حد في وزارة الاعلام ما فيش حد في رئاسة الجمهورية ما فيش اي حد مما يخص هذه المؤسسات يقول لهم ايه اللي بيدلد الحقيقة انه الناس في مصر ضحكت عليه كتير بس هو ضحك يسبق البكاء لانه اذا ما كانش مؤتمر زي ده يصنع ازمة ديبلوماسية فما الذي يصنع الازمات صحيح ان الموقف متوتر جدا مع اثيوبيا بس على الاقل احنا كنا عايزين ندير الازمة بالمعطيات الموجودة مش ندفلها معطى جديد يحتاج تبرير واعتذار واسف والف حاجة لنتخلص من الحرج الشديد الذي وضع المصريون فيه بسبب الرئاسة والمعارضة وتلفزيون مصري ترجمة نانسي قنقر